السلام عليكم شلونكم شخباركم يا رب الكل بخير وصحة وعافية وياكم رشا من مطبخ رشا نبدأ بذكر الرحمن مع فيديو جديد وياكم وطبق جديد يا رب وإن شاء الله يعجبكم أكد هذا الطبق رح يفيدكم للغد بما أنه خاصة بوقت الشتي دائمنا نسوي كبة اللي هي تكون خاصة بالجريش أو البرغل فتفيد هذا الأكل إليه هنا قطعت بيذنجون وبتيتي وبصل وطماطا وفلفل أخضر رح أقلي الشغلات اللي تحتاج قلي اللي هي البيذنجون والبتيتي أما الطماطا والبصل وكل هاي الشغلات الباقي هذي بدون قلي وعدي كبة اللي هي سويته وياكم كبة الجريش اللي حضيف مالتها الرابط بصندق الوصف وبأول تعليق وأثبتها لكم هذه أطلحها من الفريز وأبدي أرتبهم بهالشكل هذه هنا قلية البتيتيتي والبيذنجون وشوف رح أرتبهم بهالشكل تتعيني يكون ترتيبهم وبنفس الوقت الكبة اللي ضيفونها وأكيد هذه الشغلات اللي أنا ضفتها كل شخص تحزب عدد أفراد عائلته طبعا بمو أنه إحنا بوقت الشتاء دائما الكبة هو ينسويها فيفيد هذا الطبق خاصة في هالوقت الشغلة ثانية طبعا هذا عن تجربة مرات تنفتح عدنا كبة مثل نضيفها بالمجمدة أو الفريز مثل أنا صار وياها هذا الموقف اللي هو طبعا من سويت الكبة وكملتها بصينية غطيتها بنايلون النايلون يعني منبين يكون لونة أبيض أبيضة نغامق مشفاف فمعرف أحوي أو باب ضيف قطية ببسي فوق الكبة فأكو ثمين مفتوحات فهذا الطبق راح يفيد أنه حتى الكبة اللي تكون عندنا مفتوحة بدل من نسويها بالسوب وتنفتح وتخرب حتى شكل السوب نقدر نستفاد منها بهذا الطبق هذا الطبق يفيد للعزائم مثل رايحين مثل نقول الضيوف أو خطارن مثلا عزي معتهم ونحب ناخده في الطبق وياني هم هذا الطبق يفيد كلش مرتب ويكون كلش حلو يعني نقول الطبق يفتخر به فهنا كملت كل الكمية اللي عندي رتبتها في هالشكل حابدي أسوي السوس اللي حضيفة على هذا التبسي الكبة الجريش هنا عندي كمية مية تقريبا ثنين ونص كوب من المية أو ثلاثة وضفت تقريبا ملعقة ونص من المعجون ما أريده يكون ثقيل الصوس أريده يكون خفيف ليش لأنه لا تنسوا للكبة آني ومفرزته وجامده يعني أريدها تنطبخ داخل هذا التبسي هنا أضفت شوية بابركة وضفت شوية بهارات اللي هي الكاري وضفت شوية فلفل أسود وأكيد ما أنسى الملح وإذا تحبون وضيفون زيت كانبها ما تحبون وضيفون زيت تكتفون فقط بزيت اللي من البيضنجان ومن البوتاتا هم هذا شي راجع لكم أنا هنا هضيف كلش قليل وأخفقها بشكل حلو وبعدين أضيفها على التبسي أكيد أنا فاتحة الفرن تقريبا على درجة حرارة 200 أو 220 هذا شي راجع لكم وأخليها قريبة على النار اللي تكون من تحت على موت تاخذ وقتهم لحد ما نشوفه أنه انطبخت بشكل كامل وصارت جاهزة عندنا أفتح النار اللي تكون من الأعلى بالفرن حتى شنو فقط تاخد تحميره أو نقول لهم يصير أشقر حلو ويكون الطبق ملتنا جاهز تحبون تقدموها ويا طرشي تحبون تقدموها ويا مثل الجوجيك يطلع طيبوياها اللبن أي شي يعجبكم بعد هذا شي اختياري كل من حسب رابته طبعا هي بالفرن وهنا بعد ما طلعت وراح أفتحها وياكم وشوفون شون جاهزة ومطبوخة بشكل تمام أتمنى إن شاء الله اليوم أجبكم الفيديو أتمنى ما تقصروا نهاي باللايك واللي يزايرني أول مرة لا تنسوني اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي وبالأخير أحبب لكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة